الملحن الملحن هو من يضع تصور نغمي في عالم النغم طب ايه يعني ايه نغم النغم احب اقولك الموسيقى قبل الخليقة حتتخضي قبل ما الخليقة القلق ربنا يخلقهم اتعملت الموسيقى قبلها عشان بقول للناس اللي يقولك موسيقى حرام يعني ايه الساوند افاكت ربنا خلق الرعد والبر وصوت البلابل والعصافير وخرير المياه والمسماد دي اسمها الساوند افاكت الساوند افاكت المؤثرات السماعية الصوتية تطورت الى انها بقت نغمات كان زمان الفايكينج لما كانوا ندهوا على بعض في الاطاع يمسك المحار وقول بو 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 يوم رضع للتاني يقوله بو بو هذا كان كلام اذا الموسيقى قبل القليقة يعني خدنا مما خلق لنا وابتدعنا نمشي في التطوير الى انه بقت كذا خط وكذا مسافة الى بقى عشرين كذا الى الى لغاية لما جي العلم ووصلنا الى الموسيقى بعد يبدأ بسبع نغمات او اساس ده التطور الطبيعي اللي موجود على الارض حلاله حلال وحرامه حرام عندما اقول تلعب في الوسط ده الملحن الذي يضع تصور الموسيقى لمعنى ما كتب المؤلف فنصد الى مرحلة الخيال الخيال هنا اننا ربنا خلق جوايا زي ما انا قلت قبل الجده بقول السم والبصر والفؤاد الفؤاد هو اطار الحسي الذي يستقبل ويستوعب ما وضعه الكمبوزر او الملحن لمعنى الكلمات ولذلك ليه عب حليم نجح عب حليم كان اللي قبل منه فتوات ما امات جاء عب حليم تعبير عن احاسيسه ومعنى الكلمات قالوا وصل معنى الكلام للناس فبدأنا نبكي ايه اللي خلانا بكينا الفؤاد فكون الملحن يصل الى الضروة ويضع موسيقى لكلمات تظهر المعنى ويأتي المطرب فيترجم هذا فيكتمل اضلاع فيبقى ده الملحن الممتد اللي هو ابدع